بسم الله الرحمن الرحيم الزواج اللي مفخوش حب الزواج اللي مفخوش حب ومتبادل بين الزوجين حجا من اتنين يهينتهي بالطلاق يهينتطر ان هم يكملوا مع بعض عشان خاطر اولادهم تخيل كم الضغط النفسي اللي بيوجهوهم عايشين مع بعض من غير ما يكون في حب منهم عايشين بس عشان خاطر الاولاد ربنا سبحانه وتعالى يقول واجعل بينكم موادة ورحمة طيب فين الموادة والرحمة هنا وهم مكملين بس عشان خاطر اولادهم في مشاكل في الحياة الزوجية اه في مشاكل الدنيا كلها فيها مشاكل مفيش اتنين بيتطفقوا على حاجة واحدة خاصة ان الراجل بيتحكم في الامور بعقله والست اغلب امورها بتتحكم فيها بالعاطفة بس في مشاكل بنقدر نحلها وفي مشاكل تانية عندها بنلاقي ان الحياة مش هينفع تكمل لازم هنا يكون فيه طلاق ايه اللي بيوصلنا لمرحلة الطلاق ده اللي هنتناقش في النهاردة ان شاء الله في حلقتنا مع فضلة الشيخ ابراهيم علي رئيس صندوق المأدونين الشرعيين برحب بفضلك اهلا بفضلك الله يخليك اهلا بيك اهلا بفضلك ايه بقى الاسباب اللي بتقدي للطلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحساني الى يوم الدين اما بعد في الحقيقة الله عز وجل جعل الزواج هو آية عظيمة من آياته والوسيلة الشرعية لزيادة عدد المسلمين قال تعالى ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون فالله تبارك وتعالى اذا نظرت الى هذه الآية الكريمة تجد ان البيت يؤسس على اربع اركان الطبيعي ان اي جدار او اي بيت في الدنيا بيتأسس على اربع اركان الا البيت في الاسلام هتجد ان الله عز وجل قال جعل بينكم مودة ورحمة وتسكنوا اليها يبدوا لهم ثلاث اركان الركن الرابع هو ايه تقوى الله عز وجل ان يتق الله عز وجل في زوجتي وان تتق الله عز وجل فيه فالعلاقة الزوجية هي عبارة عن حقوق وواجبات متبادلة بين الزوج وبين الزوجة احنا يمكن النهاردة هنركز شوية في الكلام على الحقوق بتاعت الزوجة لان ربنا سبحانه وتعالى قدم حق المرأة على حق الرجل في الآية الكريمة قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء قال في الحديث الشريف أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن أمانات عندكم النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع وهو يضع دستور الأمة ينادي على النساء ينادي على الأمة بأكملها يوصي بالنساء يقول الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخستمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل فالزواج هو كلمة إجاب وقبول بين الزوج وبين ولي الزوجة أو بين الزوج وبين الزوجة إذا تحقق هذا الإجاب والقبول ينشأ عن ذلك عقد الزواج اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا هذا الميثاق هو عقد الزواج الشرعي لكن للأسف الشديد لو نظرنا إلى حوالنا في هذه الأيام تجد مثلا آخر إحصائية بتتكلم عن حوالي ميتين وخمسة ألف حالة طلاق الكلام ده تقريبا سنة 2018 أو 2019 والأعداد قابلة للزيادة يعني إيه ميتين وخمسة ألف حالة طلاق؟ يعني إحنا عندنا كل يوم بيحصل عشرات الحالات من حالات الطلاق يعني عندنا ما نجي نقسم الميتين وخمسة كده نلاقي كل تلات دقايق بتحصل حالة طلاق تخيلي الرقم مفزع لدرجة إيه؟ كل تلات دقايق بيت بيتخرب كل تلات دقايق بيت بيتهد كل تلات دقايق أسرة بتنفصل أنت عارفة يعني أولاد يعيشوا في هذه الحياة كأنهم أيتام النهاردة يحصل انفصال ما بين الزوج وما بين الزوجة تلاقي الأبناء في صراع عليهم في سوق للتربية في حالة من حالات الشحن بالبغضاء تلاقي الأم عملة تشحن الأولاد وتكرههم في أبوهم والأب كذلك يشحن الأولاد ناحية أمهم بالتالي ينشأ جيل مشوه نفسيا ودي هي المشكلة أو الطامة الكبرى عشان كده احنا النهاردة بدأنا بنعرف الناس وبنوعي الناس وده دور الإعلام النهاردة أنه يعرف الناس إزاي أنت كراجل إزاي تتعامل مع أمراتك إزاي أنت كست إزاي تتعامل مع زوجك فمن هنا إحنا بنبدأ الكلام الله تبارك وتعالى لما تكلم عن حق المرأة زي ما قلنا قدم حق المرأة على حق الرجل طب إيه أول حق للمرأة قال تعالى الرجال قوامون على النساء قواما للإنفاق القوامة أي القيادة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم السبب إيه في القوامة أن الرجل هو الذي يتولى إحنا بالبلد كده خلينا نتكلم بالبلد بنقول المركب اللي هي ريسين بتغرق يبقى أنه النهاردة لازم يبقى فيه قائد موجود في المكان ما ينفعش الزوجة المرأة إبقى قائدة والرجل إبقى قائد البيت يخرج قائد ده يحس إيه بقى قائد أنه هو القائد دي القيادة هنا مسئولية أنه يتحمل مسئولية الزوجة يتحمل مسئولية الأبناء يتحمل مسئولية هذا البيت يتحمل مسئولية من ناحية الإنفاق إحنا النهاردة للأسف الشديد بتقابل نحن في شغلنا لا برضو بيندرك تحتها خروج المرأة للعمل بالنسبة لخروج المرأة للعمل هو جزء من مسئولية الرجل المرأة بتشاركه في هذه المسئولية المفروض الرجل يراعي هذا الأمر وممكن نيجي نتكلم عن الموضوع ده أما نتكلم عن الحقوق أو واجبات الزوجة ناحية زوجها لكن إلا أنا بقوله إيه بقوله أن أول شيء يجب على الرجل أن ينفق على زوجته كما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم كذلك يجب عليها أن يحسن إليها وأن يصبر عليها الله عز وجل عندما قال وعاشرهن بالمعروف العلماء جنفة صارونا للآية دي قالوا إيه ليست المعاشرة بالمعروف أن تحسن إلى المرأة فحسب ولكن أيضا من المعروف أن تصبر عليها وأن تتحمل أزها رجل كان من الصالحين ابتلي بامرأة سيئة الخلق فواحد بيقوله لماذا لا تطلقها فقال أصبر عليها وأخشى أن يبتلى بها غير يبقى أنت كراجل يجب عليك خلي بالك 80% من مشاكل العلاقات الزوجية تخلص بالصبر إذا هو صبر على مراته إذا هي صبرت عليه لو إحنا فيه مشكلة مشادة ما بين الراجل وما بين زوجته هو هدي شوية أنا النهاردة تخنيت مع زوجتي أنت توضيت أنت صليت طيب هنزل شوية وهرجع خلاص الأمور ممكن تكون هديت لكن للأسف تلاقي وللعلم أقولك على حاجة أكتر شيء بيفرح له الشيطان إيه أن يفرق بين الرجل وبين زوجتي ده حديث موجود من السنة النبوية الصحيحة أن الشيطان أحب الأعمال إليه أن يفرق بين الرجل وبين زوجته الشيطان يبعث أعوانه فواحد ييجي يقول له لقد جعلت فلان يسرق أو جعلت فلان يقطع أو جعلت فلان فيقول له خلاص يجي عندي عندي واحد يقول له لقد فرقت بين رجل وبين زوجته فيقوله أنت 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 صاحب التاج في آية برضو فيتعلمون من هما ما يفرقون به بين المرء وزوجه تمام هذه الآية هي يعني ممكن نقول إن هي دخلة في هذا المعنى لكن البعض بيتكلم بأن دي من الأشياء التي زي الأعمال والسحر والحاجات اللي قليل من يعرفها واللجوء إليها هو نوع من أنواع الشرك وهو نوع من أنواع الكفر بالله عز وجل لا يجوز إن إحنا نلجأ لعراف أو لكاهن نعمل لحد عمل أو نعمله سحر أو نعمله حاجة زي كده فنؤذي به إنسان أو نفرقه بين إنسان وبين زوجاته لكن اللي أنا بقول عليه إيه؟ إن هو بيوسوس إليهم لهي الوسوسة الطبيعية هم يفرقوا بين أزواجهم وكذا إن هو يفرق بين الزوج وبين زوجاته وزي ما فيه شياطين الجن وشياطين الجن مقدور عليهم أول ما تستعيز بالله من الشيطان الرجيم تلاقي الشيطان خلاص جري من قدامك لكن فيه فيه المصيبة الكبرى شياطين الأنس إن يكون واحد صاحبك إن يكون واحدة صاحبتها إن يكون حد من الأهل الله عز وجل لما قال عن الصلح ما بين الزوجين قال إن يريد إصلاحاً فبعثوا حكماً من أهلها وحكماً من أهلي إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما يبقى الطرفين اللي هيخشوا في أي نزاع لازم أولاً يكونوا صالحين ثانياً إن هم يصلحوا النية ويخلصوا النية لله عز وجل إن هم يصلحوا ما بين الطرفين لكن لو تكلمنا عن بقية الحقوق بالنسبة للزوجين قلنا الأول الإنفاق التاني أن يحسن إليها التالت أن يصبر عليها الأهم من ده كله أنك أنت ونت بتتحمل مع زوجتك أنت تتقل لها عز وجل فيها أنت تراعي لها عز وجل فيها إحنا دايماً إحنا عايزين نحول العادة إلى عبادة أنت ونت بتتجوز أن تتزوج لله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالم لا شريكة لا وبذلك أمرت يباً أنت ما تيجي تقرأ سورة الفتاحة بتقول إيه إياك نعبد وإياك نستعين أنت تستعين بالله عز وجل وتتقل لها عز وجل كان أحد الصالحين بيقول إيه إني لأجد أسر المعصية في أخلاقي زوجتي ودبتي يعني أنا ما أعمل معصية أروح أتلاقي أمراتي من كده علي أعمل معصية ألاقي العربية بتاعتي بايزة أعمل معصية أروح ألاقي الدبة بتاعتي من الشغال فأنت اتقل لها عز وجل عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى إيه يصلح لكم أعمالكم الأمر المهم برضو اللي أنا عايز أتكلم عليه إن إحنا نقتدي بالنبيع السلام إن إحنا نقتدي به في سلوكنا وفي أفعالنا وفي أقوالنا إحنا نقتدي به في معاملاته مع زوجاته إزاي النبيع السلام كان بيعامل زوجاته ممكن حدوك قبل الحلقة كنت بتكلميني على الموضوع بتاع السيدة صفية أيها قصة بتاعت السيدة صفية رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده ضيوف وسيدة صفية أرسلت طعام فسيدة عائشة غارت فمسكت الإناء بتاع الطعام وكسرته فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان بيجمع الإناء كده جنب بعض وبيقول للضيوف اللي عنده كله غارت أمكم وبعدين سيدة عائشة رضي الله عنها بتسأل الرسول أعالج الأمر ده إزاي فالرسول صلى الله عليه وسلم قالها إناء كإناء السيدة صفية يعني وطعام من قطع عامها صحيح يعني هي هنا كان حسن التصرف من الزوج احنا عايزة تخيل أسقط هذا الأمر على الواقع انت النهاردة تعالى راجل موجود قاعد في بيتك وعندك ضيوف والضيوف دول قاعدين وانت متزوج من زوجتين أو ثلاثة يعني وبعدين واحدة منهم بعتت لك طعام عشان خاطر تأكل ديوف دي فجات واحدة منهم راحت مكسرة الإناء انت هتعمل إيه حتى لو بدون أصده يمكن السيدة عائشة كانت في حالة غيرة وهي كانت شديدة الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لا تغاروا على النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا تغاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق يا أجمعين وهو سيد الأنبياء والمرسلين فالسيدة عائشة غارت فكسرت الإناء فالنبع صلى الله عليه وسلم حل المشكلة ببساطة شديدة جدا كان ممكن ينفعل كان ممكن يحصل منه رد فعل عنيف دافع عن فعل السيدة عائشة قدام الضيوف لما قال لهم غارت أمكم يعني ده سبب هو قال حاجتين قال غارت يعني بيبين سبب الفعل ده بيقول إن دي طبيعة النساء النساء الغيرة بتاعتها الشديدة غارت السيدة عائشة وبعدين بيقول لهم خلي بالكم غارت أمكم يعني دي أم المؤمنين السيدة عائشة يعني برضو حتى وهي بتعمل العمل ده خلي بالك خليك ناصح خليك فاهم إن دي أم المؤمنين السيدة عائشة والمواقف كثيرة مع السيدة عائشة النبي عليه السلام يعني كان يحب السيدة عائشة حبا شديدا لكن كان أحد الصحابة بيسأل النبي بيقول له يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة قال عائشة على طول صرح ما فيش كسوف خلاص قال عائشة قال ومن أحب الرجال ومن الرجال قال أبوها سيدنا أبو بكر النصديق رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرة من المرات خارج مع الصحابة في غزوة من الغزوات وسيدة عائشة كانت معاه فخلهم إنهم يسابقوا شوية وسابق السيدة عائشة رضي الله عنه شوفوا الجمال فيه حد النهاردة بيلاطف زوجته أو يلاعب زوجته أو يهزر مع زوجته إحنا للأسف البيوت النهاردة مبنية على كثير من النكد كثير من المشاكل مفيش البسمة تلاقي الراجل بيتحك بره البيت وأول مايروح البيت يركب الـ 11 المشاكل بين الأزواق حالياً مش بيتناقشوا في المشكلة عشان يشوفوا لها حل لا هم بيتناقشوا في المشكلة عشان يشوفوا من اللي هينتصر في النهاية عشان كل واحد يثبت صحة وجهة نظره وده للأسف ده ممكن يؤدي إلى هلاك البيت وإلى ضمر البيت النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه خل الصحابة سابقه وراح جاية تعالي يا عائشة أتوا سابقينني وكان السيدة عائشة ليسة صغيرة شوي فسبقته فعد كده كان وزنها زاد شوي فقال لها يا عائشة أتوا سابقينني فجي النبي عليه الصلاة والسلام سبقها فهي زعلانة فقال لها يا عائشة هذه بتلك وحدة قصاد وحدة أنت كسبتيني مرة أنا كسبتك مرة في مرة من المرات حصلت مشدة أو حصل أمر أخضى بالسيدة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب أيضا وكان يذكر دائما وده يعني حاجة تحمد للزوج أنه هو يذكر فضائل زوجته يعني النهاردة ما فيش راجل بيشكر مراته عمال يشتكي من الطبيق ويشتكي من الأكل ويشتكي من منظرة يعني النساء كتير تشتكي تقولك أنا أبلى لبسة ومتزينة ومتجملة لزوجي وبعد كده أول ما يخش علي ولا كأنه لم يرى شيئا كأنه ما شافش حاجة رغم حتى لو شايفها وحشة حتى لو هو متدايق منها من السنة اضحك عليها اجدب عليها يا أخي قول لها أنت حلوة قول لها أنت جميلة أنت زي الأمر غازل مراتك يبقى المرأة دائما تحتاجه إلى العاطفة وتحتاجه إلى لطف الكلام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول السيدة عائشة إيه بيقول لها يا عائشة والله إني لأعلم ورضاك من صاختك أنا عارف إمتى أنت بي زعلانة وإمتى أنت بي مبسوطة فقالت وكيف ذلك يا رسول الله فقال لها إن كنت راضية عني تقولين لا ورب محمد وإن كنت غاضبة مني تقولين لا ورب إبراهيم قالت إنما يهجر اسمك لساني يا رسول الله يعني أنت اسمك جوة قلبي لكن أنا اللساني يعني أنا هو رب محمد هو رب إبراهيم هو ربنا سبحانه وتعالى هو رب الكون أكمله لكن النبي عليه الصلاة والله يا عائشة والله إني لأعلم رضاك من صاختك فمرة من المرات زعلوا من بعض فقال لها يا عائشة أتني بكوب من الماء فأمسكت بكوب الماء وشربت وأضعته بالله عليك أنت زعلان من مراتك فقال لها أنا أوليني كباية مية فجات مسكت كباية المية وشربت ورح تحطها قداما أنت هتعمل إيه؟ يعني كنت أحكي هذا الموقف لأحد الأصحاب قال لي والله أنا ممكن أمسك الكباية أفتح دماغها نصين ما هي زعلتني ده أنا أقول لها أديني كباية مية تشرب هي وتسيبني لكن النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ رح أمسك بكوب الماء ونظر إليها وقال لها يا عائشة من أي مكان شربتي فسيدة عائشة لسا زعلانة سكتة فأمسك بكوب الماء وأداره دورة كاملة حول شفتيه الشريفتين وقال لها والله يا عائشة لقد أصبت أنا شربت المكان ما أنت بتشرب فسيدة عائشة لسا زعلانة فقال لها يا عائشة بمن ترضينا حكما بيننا أنت عايزة مين حكم ما بيننا عبد الله بن مسعود قالت إنه لرجل لي قال نأتيك بعمر بن الخطاب حكما بيننا فقالت إنه لرجل غليظ وإني لأفرق من هذا الرجل ما إحنا أبدا إحنا الاتنين وصلنا لمرحلة إن أنت مش أنا عمال أراضيك وإنت مش راضية تسمعي الكلام نشوف حدي يحكم ما بيننا فقالت إنه لرجل غليظ وإني لأفرق من هذا الرجل فقال لها أتأتينا بأبي بكر نصديق طردينا بأبي بكر نصديق حكما بيننا سيدنا أبو بكر ايه رب السيدة عائشة ايه أبوه أبوه يعني بالبلد النهاردة بقواعد الاجتماع النهاردة يعني معاه قيمة المنقلات ومعاه الأسيمة بتاعت الجواز فيها مؤخر الشيء الفلاني أنا ينصف بنته آه يعني بص هيجيب ولاد عمامها ولاد خلاتها وهيجيب العيلة وعلت العيلة عشان يحل المشكلة وده اللي بيحصل إن المشاكل بتنتشر المشاكل بيتداخل فيها الناس ويتداخل فيها ناس كتيرا فسيدنا أبو بكر رحوله فسيدة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها أتكلم أم تتكلمين أنا اللي أقول المشكلة من وجهة نظري أنا ولا أنت تقولي المشكلة من وجهة نظرك أنت فقالت تكلم ولا تقول إلا حقا كلمة ممكن تعد على أي حد عادي يعني واحدة هي وجوزها فتقوله قول بس احكي الكلام مظبوط ولا تزود ولا تنقص سيدنا أبو بكر غالب سيدنا أبو بكر ما تعديش عليه ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال عليه إيه؟ وما ينطق عن الهوى قال لها وهل ينطق رسول الله إلا صدقة؟ ولطمها أبو بكر فاختبأت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما جئنا لأجل هذا يا أبو بكر ففكرة أن العلاقة الزوجية لابد أن يكون هناك مودة لابد أن يكون هناك رحمة لابد أن يكون هناك صبر لابد أن يكون هناك أنس أنت النهاردة داخل على البيت أنت كراجل داخل على البيت فمن السنة أنك أنت وانت داخل البيت أن تذكر الله عز وجل وانت داخل البيت أن تلقي السلامة على أهل بيتك ليه؟ لأنك أنت لو ما عملتش كده الشيطان قاعد هو وأعوانه فإذا ذكرت الله عز وجل الشيطان يقول لك إيه؟ لا غداء لنا ولا مبيت إحنا مش هينفع أن نقعد في المكان ده فيه ذكر ربنا سبحانه وتعالى لكن إنت لو ما ذكرتش ربنا سبحانه وتعالى الشيطان يقول إيه؟ لقد ضمننا الغداء والمبيت إحنا قاعدين مستنينكم إحنا قاعدين تخيلي بيت يسكن الشيطان وأعوانه يبعنا بيوتنا لازم يكون فيها ذكر الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى قال وَجَعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةِ قال وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا يبعنا أنت لازم تكون سيدنا عمر أما جاله واحد يشكو إليه من من ولدي فقال فقال أتى بالولد قال له لماذا تعق أباك فقال له يا أمير ما حق الولد على أبيه قال أن يحسن اختيار أمه وأن يحسن اختيار اسمه وأن يعلمه شيء من كتاب الله وأن يعلمه الصلاة فقال له أما أبي اختار لي أما سوداء هي أما تعمل عند مجوسي يعني اختيار ولا دين ولا أخلاء ولا أي حاجة خالص واختار لي اسم يُعايرني به الناس ولم يعلمني الصلاة ولم يعلمني كراءة القرآن فقال له سيدنا عمر لقد عققت ولدك قبل أن يعقق سيدنا عمر كان في مرة مشكلة حصلت ما بين واحد أعرابي وما بين زوجته فقال لها والله لأشكوانك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو بيتكلم مع أمراته فأمراته علت صوتها عليه فقال والله لأشكوانك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذهبوا إلى عمر بن الخطاب فوجد زوجة عمر ترفع صوتها وتقول اتق الله فينا يا عمر فالراجل خذ بعضه ماشي فسيدنا عمر ندى عليه قال له يا رجل لماذا أتيت ولماذا ذهب فقال جئتك أشكو لك من زوجتي فوجدتك تشكو مما أشكو من فقال إن هذه المرأة طهاية لطعامي غسالة لسيابي مربية لأولادي أفإن غضبت مرة أوليس لها علي حق الصبر الصبر عوزين حضرتك في عجالة سريعة كبير تقولنا ازاي الرجل يقدر يكسب قلب زوجته ما احنا قلنا أفضل طريق لقلب الزوجة هو لسان الزوج النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك تبسومك في وجه أخيك المسلم صدقة واللقمة تضعها في فيه زوجتك لك بها صدقة وفي بضع أحدكم صدقة الكلمة الطيبة المغازلة حسن الإنصات إليها المدح والسناء لما تفعله المشاركة في المسئولية المشاركة 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 النبي عليه الصلاة والسلام فعلا تحقيقا لكلامك كان في خدمة أهلي يخصف نعله ويخيط نعله ويقوم بيته ويركع ثيابه صلى الله عليه وسلم لايه الصلاة والسلام بشكر حضرتك وبشكركم مشاهدينا إن شاء الله انتظرونا عيالي سواك خلاص كده حاجتك إيه الحاجات بقى الزوجة اللي بتحتاجها من زوجها؟ يعني يمكن إحنا كتير قوي بيجلنا مشاكل وبيجلنا بتقولك إن الزوج لا يستمعوا إليه يعني أما نيجي نتكلم في علم النفس كده قالك المرأة بتتكلم في اليوم الواحد حوالي 20 ألف كلم الراجل بيتكلم حوالي 10 ألف كلم هو ربنا دي قدرات دماغ الراجل بتفكر بطريقة غير دماغ الست الستة ما بتيجي تفكر بتفكر إزاي؟ تفكر بالعاطفة يعني بتغلب العاطفة على العقل كمان الستة على فكرة بتقدر تفكر في أكتر من حاجة في وقت واحد الراجل بيفكر في حاجة واحدة بس هو ربنا سبحانه وتعالى جعل العاطفة هي ميزة في المرأة ليه؟ لأن الستة هي اللي هتقوم في وسط الليل هي اللي هتهدهد الأطفال وهي اللي هتلعبهم وهي اللي هتحمل وهي اللي هتتحمل ألم الولادة ومع ذلك العاطفة بتاعت الأمومة هي اللي هتخليها مرة تانية تعيد إن هي عايزة تحمل مرة تانية وهكذا لكن الراجل دايماً بيتفوق أو بيتحكم في تفكيره وفي عقله الجانب العقلي أكتر والراجل دايماً زي علماء النفس ما بيقوله بيحتاج عشر تلاف كلمة هو بيخلصهم قبل ما بيجي البيت بيخلصهم مع زميله في الشغل بيخلصهم في المواصلات بيخلصهم مع السوبر ماركت بيخلصهم وهو راجع البيت لحد ما يروح البيت الستة عندها عشر ألف كلمة وهو يقعد في البيت لوحدها فتلاقيها هتكلم أمها شوية وزيئة هتكلم صاحبتها شوية وزيئة وبعدين هي عايزة تكلم مع زوجها ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أي أن هذه المرأة هي ستر على هذا الرجل وهذا الرجل هو ستر على هذه المرأة يبقى هي محتاجة إيه؟ محتاجة أن الرجل يقعد يسمع لها شوية ويسمع لها بإنصاب ويسمع لها باحترام مش يسمع لها تقضية واجب وخلاص لا يسمع لها بإنصاب وأن يراعي أمر العاطفة المرأة زي ما بنقول كده السلوك بتاعة مخها كلها متربطة بالعاطفة هتلاقي لو هي زعلانة أو متضيقة أو كرها شيء هتلاقي حياتها كلها متلخبطة الرجل بيفصل الرجل لو عنده مشكلة في الشغل وروح البيت هتلاقي رمل مشكلة ورى ظهره عنده علب دماغه بتفكر بطريقة العلب في علبة موجود فيها الشغل علبة موجود فيها الأولاد علبة موجود فيها الزوجة في علبة في دماغ الرجل علبة فارغة إنه قاعد مش عايز يعمل حاجة خالص لازم المرأة تراعي هذا الأمر أيضا يبقى زي ما الراجل يراعي المرأة بالعطفة إنه هو يكسب قلبها بالعطفة إنه هو يتجمل لها ويتزايل لها خلي بالك دي مشكلة كبيرة برضا تمام أنا باشكر حضرتك وقتنا مع حضرتك بيعدي بسرعة باشكلكم مشاهدينا إن شاء الله انتظرونا للأسبوع القادم في حلقة كديدة من حلقات المنمج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام